السلام عليكم ايه الاخبار عامل ايه يا رب تكون تماما في البداية احب اشكركم جدا جدا للمرة التانية علشان الفترة اللي فاتت اللي انا كنت غايب فيها دي انا لما رجعت لقيت كان فيه كومنتات وكان فيه ناس بتتابع على طول الناس بتفرج حتى السبسكرايبرز زادوا فأنا مشكركم جدا 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 على كل ده بجده وحسسني ان انا مكنتش غايب ولا حاجة كنت موجود فدي حاجة جميلة جدا 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 ومن ضمن الكمنتات اللي انا كنت شوفتها على الفيديوهات بقى ان حد كان طالب مني ان انا كنت عملت فيديو عن 5 transitions او 5 انتقالات ممكن نعملهم في الموشن جرافيك فهو حد طالب مني بقى اللي هو اعمل فيديو عن ازاي بنعمل الانتقالات دي على ال after effects فطبعا هو خمسة كتير يعني انا حتى ساعتها كنت عرضت الانتقالات بس ما طبقتهمش علشان لو كنت طبقتهم كانوا هيخلوا وقت الفيديو طويل جدا فانا اخترت بينهم واحدة وهي تعتبر احسنهم يعني وقلت ان احنا ايه نعمل الفيديو ده عليها فاحنا في الفيديو ده هنعرف ازاي تقدر تعمل transition زي دي ايا كده بالظبط ده اللي احنا هنقامله في الفيديو ده فيا ريد بقى قبل ما ندق تنزل اشترك في القناة لو انت لس مشتركتش وتعمل لايك للفيديو علشان ده بيساعده اكتر النواة ينتشر وحاجة تلتة بقى كمان هطلوبها منك علشان انا غالبا في الفيديو ده يعني الفيديو ده لما هينزل لو انت بتفرج عليه دلوقتي فانا هبقى في الجيش فانا دايما لابنزل الفيديوهات بتاعتي بعمل لها share على ال profile بتاعي وبعمل لها share في كل ال groups بتاعت الموشن جرافك اللي انا عارفها على فيسبوك وكده فانا مش عارف تفعل ده طبعا عشان انا هبقى في الجيش فياريت ياريت 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 بعد اذنك تعمله بدالي يعني يعني لو ينفع علشان انا فانا مش عارف اشعره خالص بس كده شكرا جدا ليك لو انت شارت لي الفيديو ويلا بينا بقى نبدأ الشغل طبعا انا فتحت الفايل بتاع after effects اللي انا كنت عملت عليه الفيديو يعني عملت عليه transitions اللي انا طلعتها في الفيديو فلاقيت المنظر ده انا طبعا ناشي يعني المنظر كان عامل ازاي جوه او هو في ايه بالزبط جوه بس طبعا تفقدت الموضوع لقيت ان انا كنت عامل scene 1 اللي هو scene 1 اللي انت شايفو مش ده ده تمام وده scene 2 انا بعمل انتقال ما بين scene 1 وسين 2 لغيت بس كل animations عشان نبدأ مع بعض من الاول ونشوف احنا هنعمل ايه تمام فانا هشوف scene 1 هو ده اللي انا هشتغل عليه في الاول صح ما هو ده اول واحدة هيجهر وبعدين هعمل انتقال ما بينه ومبين scene 2 طيب ازاي ده هيحصل بقى زي ما انت شايف في الانيميشن كده والورق اللاصفر ده بيطلع كورقة واحدة في الاول وبعدين بيتوزع يبقوا ثلاثة وبعدين بينضموا على بعض تاني وبعدين بيحصل transition اللي احنا هنشتغل فاحنا هنعمل الانيميشن ده ازاي ببساطة هخش على scene 1 هلاقي التلات ورقات دول محطوطين كده تمام هشوف بس والدنيا ماشي ازاي انا هنا عامل parenting بتاعهم وكل حاجة بس طبعا انا هلغي الحاجات دي علشان بردو نعملها مع بعض علشان انت هتلاقي الفايل بتاعه تلاقيه في description لما تيجي تشتغل عليه تبقى عارف احنا بنعمل ايه من الاول يعني تمام انا عندي هنا ايه ال layers دي ال layers دي عندي تلاتة layers هنا بيعبروا عن ايه بيعبروا عن الكتابة اللي على الورق تمام والتلاتة layers التانيين طبعا بيعبروا عن الورق نفسه ودي ال background فانا عايز اعمل parenting في الاول يعني انا عايز احرك الورق نفسه فعايز اعمل parenting ما بين الكتابة اللي عليه والورقة نفسها اهو انا عندي دي الكتابة بتاعة الورقة دي هشوف فين بقى الورقة دي هي دي تمام ماشي انا هعمل parenting ما بين دي ودي علشان كل ما احرك الورقة دي الكتابة اللي عليه هتتحرك معها تمام وبعدين هعمل parenting ما بين دي ودي ال layer دا وال layer دا وبعدين parenting ما بين اخر تلاتة تمام انا كده خلاص ربطتهم ببعض عايز اعمل ايه بقى انا عايز اخلي دي في النص تمام على نفس يعني نفس بتاع الورقة اللي في النص فياخد كده دي الورقة اللي في النص هو دا بتاعها هياخد ده اكتب اين تسعمية وستين زي اللي فوق تمام فبقت عليها اهو زي ما انت شايف وبعدين نفس الكرام هعمله برضو في الورقة اللي عليمين دي تسعمية وستين حلو؟ وبعدين ممكن اعمل ايه بقى في الحركة دي ممكن اعمل كمان من الورق دا لل ايه للورقة اللي في النص عشان احرك في الاخر layer واحدة يعني من الاخر بالمنظر دا كده اهو بقى معي layer واحدة اللي هي الورقة اللي في النص بحركها زي ما عايز فانا هدى الحركة من تحت هنزلها تحت كده او خلينا يعني خلينا ننهي بيها الاول يعني انا هعمل keyframe للبزيشن بتاعها بعد اد ايه مثلا بعد خمستاشر تمام هعمل keyframe للبزيشن بتاعها حلو وبعدين اقوم راجع كده فريم اربعة مسلا فريمز كده وارفع البزيشن بتاعها شوية بالمنظر دا كده وبعدين ايجي بقى عند الزير وخالص اقوم منزلها لتحت خالص طيب هل دا بس اللي انا عايزه لا مش دا اللي انا عايزه بس خلينا نشوف الانيميشن وايه ونشوف هنضيف عليه ايه كمان ماشي مش بطال حلو بس انا دلوقتي ممكن ازود مسلا الحركة اللي هي اللي فوق دي الاول شوية نزودها شوية نخلي فيها شوية مبالغة يعني بالمنظر دا كده ماشي تمام مقبول طيب ممكن اعمل ايه تاني ممكن اخلي الورقة وهي تحت برضو تبقى صغيرة يعني تبقى عجمها صغير بالسكيلة هو هعمل كيفريم واربط الاف لده الاول تمام وبعدين اخلي دا خمسة عشرين وبعدين ايجي هنا وخليها مية وتعالى نشوف كده او خليها هنا مية الاخر تمام يعني اعتقد الانمياشن شكله لطيف يعني ممكن ممكن العب في شوية ان انا يعني يبقى في مبالغة في رفعه الاول شوية وبعدين يبتدي يزيد يعني ممكن الغي الاف لهنا ورفع شوية كده تمام نشوف المنظر اعمل ازاي ماشي اعتقد كده قلطف برضو طيب هي نزلت الورقة خلاص انا عايز بقى افصل بين الورق وبعده زي ما يعني زي ما كان يرجع زي ما كان في الاول اعمل ايه بقى هيجي على اللير بتاع الورقة اليمين مسلا واعمل كيفريم جديد من اول هنا بتاعها واعمل كيفريم برضو على الورقة الشمال بتاعها الورقة اللي هي المفروض ان انا هحركها تبقى على الشمال يعني تمام وبعدين ايجي بعدها بشوية كده بعشرة تقريبا وبعدين اقوم حرك بقى الورقة بتاعي دي شمال مسلا هحركها شمال بالمنظر ده كده واليمين برضو نفس الكلام كده معقول قوي وبعدين اعلم على الكيفريم دي وادوس اف ناين عشان يبقى ايزي ايز ونشوف كده الانميشن عامل ازاي الانميشن لطيف بس ممكن العب في الكيفريم بتاعه شوية بحيث ان هو يبقى سريع في الاول وبطيق في الاخر بالمنظر ده كده وبعدين نشوف كده ماشي لطيف يبقى انا كده عملت اول جزء عايزين بقى نخش في الشغل بقى في الترانزيشن نفسه ايه اللي بيحصل في الترانزيشن ده بالزبط اللي بيحصل في الترانزيشن ان انا بجمع الورق ده تاني وبعدين نفسه بقى الحركة اللي هي يعني ظهرته في الاول ان هو طلع صغير وبعدين كبر وبتاع نفس الكلام بيحصل بس انا بعمله بحيث ان هو يصغر قوي وببدأ يعني نفس الحاجة اللي صغرت دي بطلع منها حاجة تانية تمام؟ يعني هي بتبقى بداية المشهد تاني وبداية الحاجة تانية اللي هي البار اللي احنا شفنا في الترانزيشن او البار اللي احنا بنكتب فيه اللي احنا شفنا في الترانزيشن في اول الفيديو ده هيحصل ازاي؟ هيحصل كالاتي هعمل ايه بقى؟ هقوم مرجع كل حاجة زي ما كانت اللي هي الورق ده هجيبه بقى زي ما كان البوزيشن بتاعه مبدايا هعمل له بس كيف ريم جديد هنا لحيس ان هو خلاص قعد معي شوية عايزو يتحرك بقى ميشي ممكن نزقهم قدام شوية كده وبعدين برضو نفس العشرة فريمز انا هنا ميشي ممكن اخد تايم لاين حد كده مثلا حد هنا وبعدين اقوم مرجعهم تاني اخد الكيف ريم بتاع هنا اعمل له copy و paste ده بتاع الورقة اليمين حلو ما هو ده الكيف ريم اللي انا كنت عامله لما هي كانت في النص صح او معامل له copy و paste طبعا زي انت شايف ان يعني في هنا بلير شوية عشان انا مفعل حتة الموشن بلير هنا واعمل طبعا الموشن بلير لكل الليرز ده بيدي شكل قلطف يعني في الانيميشن تمام ازق ده شوية كده وبعدين ادوس كي علشان يجي عنده ونفس الكلام هعمله في اللير اللي تحت اللي هي الورقة الشمال حلو يبقى انا كده رجعتوهم تاني برضو هقوم لاعب في الجراف بتاعهم شلي الحركة في الاول تبقى بطيقة في الاخر تبقى سريع ليه انا بعمل كده ليه خلتها في الاخر تبقى سريع عشان الترانزيشن ده معتمد على حتة ان انت متشوفش ايه اللي بيحصل يعني انت هتشوف الحركة ككل هتنبهر هتبسط يعني هي شكلها حلو بس انت متشوفش ايه اللي بيحصل في الاكشن نفسه في الترانزيشن نفسه فلازم في اللحظة دي تبقى كل حاجة سريعة كل حاجة عينك او عين المشاهد ما يقدرش يعني ما يلحقش يجمعها ما يلحقش يجمع ايه اللي حصل علشان كده انا هنا في الاول اول الحركة بطيقة في الاخر هخليها سريعة جدا وكمان الحركة اللي هتحصل بعد كده عشان اعمل ترانزيشن برضو هتبقى سريعة جدا هنشوف مع بعض دلوقتي كل حاجة هبدأ هنا بقى همسك الورقة الاساسية اللي هي في النص اللي انا كنت اعمل ما بينها وبين باقي الورق حلو واعمل عليها الانميشن هعمل عليها الانميشن زي ما طلعت بالزبط زي ما هتنزلتين بس بس كيل مختلف ازاي هي طلعت ازاي طلعت كده هوق لفوق تمام وبعدين نزلت يبقى انا هاخد بتاعها وهي فوق هاخد الكي فريم ده تمام هعمل له كابي انا دست كنترول سي حلو وبعدين هنا هعمل كيفرين جديد للبيزيشن بتاعها عشان اسبتها مكانها هنا اهو بالمنزر ده حلو وبعدين اجي بعدها بكذا كيفرين كده نفس المسافة دي تقريبا يعني مسافة دي تقريبا كانت اربعة كيفرينز وانا همشي هنا كيفرينز برضو وبعدين اعمل پيست للبيزيشن بتاعه لهو فوق وبعدين انزل بقى اعمل كيفرين جديد بعدها بشويه كده تحت شويه علشان زي ما انت شفت في الترانزيشن هو عمل كده وطلع تاني يبقى حاجة تانية طيب هيبقى حاجة تانية ازاي بلعبة بقى ان احنا هنعمل للمنظر ده شوية بحيس ان انا هعمل ايه هعمل جديد للسكيل هنا وبعدين اصغره هنا شوية تمام بحيس ان هو يبقى اد الحاجة الجديدة اللي انا هطلعها بالزبط وكمان بقى ممكن وده بيحصل اقوم عامل ايه شايف انا صغرته بس هنا لسه في الكتابة اللي هي الفوشية دي لسه بينه فانا اش عايزة تبان بس برضو اش عايزة تبان بسرعة جدا زي ما الاكشن ده بيحصل بسرعة علشان مااخدش بالي ان هي اختفت او المشاهد مااخدش بالي ان هي اختفت طب هي فين بقى الكتابة دي هي التلاتة دول مع بعض تمام اهو انا هاخفي الليرز دي هتختفي بس انا مش هاخفيها كده انا هاخفيها بالاوباستي هدوس تي واعمل كي فريم جديد ليهم اجيبه هنا عند اول الحركة وهنا اخلي الاوباستي كلها تبقى بزيرو خلاص تمام طيب خلينا كده نشوف ايه اللي هيحصل من اول مشهد تاني تمام بس الحركة دي مش عجباني قوي يعني الحركة دي ممكن تبقى ايه احسن تبقى احسن ازاي بان انا لما هيجي عند الكي فريم ده لأ انا هطلعها لفوق شوية بالمنظر ده كده عشان يبقى برضو فيها سنة مبالغة ولما هتنزل انا عايز هتنزل بسرعة بس عايز الحتة السريعة تبقى فين بقى تبقى في الترانزيشن نفسه في الفرق ما بين الاتنين اللي هي في الاخر تمام فلما هيجي اعمل كده هقوم داخل على الكي فريم الغراف ادتر واعمل المنظر ده كده بالمنظر ده انا عايز هنا السرعة تبقى سريعة هنا السرعة تبقى عالي رينا كده نشوف ماشي وبعدين هياخد نفس بقى المنظر ده نفس المربع ده وابدأ بيه المشهد الجديد المشهد الجديد عامل ازاي المشهد الجديد خلينا نشوفه المشهد عندي اهو هو البار ده وعليه كلمة hello فانا هخش بقى جوا السين ده واشوف ايه دي بتعبر عن ايه او اللير ده بيعبر عن المات اللي انا عامل بيها اللي هي كانت بتظهر بيها واخد بالك اهو المنظر ده تمام مش مهمة دلوقتي يعني في اللي احنا بنعمله بس يعني باقول لك دي عبارة عن ايه بالزبط ودي طبعا زي ما انت شايف والشيب ده هو الايه الاتنين دولا عبعد اللي هو الشكل البيضاوي ده بالستروك بتاعه اهو يعني حتى اهو الداتا بتاعته هي تمام فانا هعمل ايه بقى انا هقوم عامل يعني المشهد هيحصل في ايه ازاي انا هاخد دول بس الاول اطلعهم برة عشان اعرف اشتغل عليهم بالمقارنة مع سين وان تمام اهو سين وان معي هقوم اعمل لهم بيست هنا واشيل سين تو ده دلوقتي تمام اهو المنظر ده كده طبعا دي المات مش عايزها وهلو هخليها فوق تمام طيب ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي اللي هيحصل دلوقتي ان انا خلي هلوه دلوقتي على جنب مش محتاجها في حاجة هشتغل على اللير ده اللي هو الشيب اللير اللي معمول بيه الريكتانجل ده تمام ماشي هشتغل عليه ازاي انا عندي سين وان بينتهي فين سين وان بينتهي لو شفيت دول كده سينة بالمنظر ده هلاقيه بينتهي اهه هنا هو فانعايز اول ما دا ينتهي الاقي نفس الشيب ده او شبهه جدا اخليه شبهه جدا اخليه الشيب الجديد اللي انا هبدأ بيه الشيب الجديد شبه ده جدا شبه مربع الصغير ده ببادجراوند مختلفة خلص بقى خلاص يعني انا هخش بالبادجراوند الماجنتا بتاعتي تمام وهخلي اللير بتاعي التاني زي ده بالظبط يعني هقومعمل له سكيلينج بالمنظر ده كده ممكن ننزله هنا هو تمام تمام جدا هو كده بتاعه مزبوط والسكيل بتاعه مزبوط كمان بقى ممكن نجود ونعمل حاجة ان احنا دلوقتي انا عندي هنا الفيل بتاع الشيب ده ابيض طبعا انا عايزه زي اللي فات بالظبط اللي هو اصفر وبعدين يتحول ده هيحصل ازاي ممكن اخليه هنا اهو كونتنس ريكتانجل فين اهو اخليه اصفر دلوقتي تمام وبعدين هعمل كيفريم للكولر كمان وبعدها بحاجة بسيط او لحزة صغيرة يتحول يبقى ابيض تمام عشان موضوع يجي برضو كده بالتدريج محدش ياخد بينه مني حلو نعمل له كمان وبعدين نفس الحركة بقى لسين وان بيها سينتو هيبتدي بيها برضو ان الشكل ده هيطلع لفوق تمام ويتحول يرجع بتاعه مزبوط تاني انا هنا عندي انا عملت كيفريم واحد للسكيل تمام حتى نما دوست يو جاب لي الكيفريم بتاعت الكولر اعمل ازاي شوفي ايوه من الاصفر للابيض اتحول الابيض على طول عندي الاسكيل هنا انا زابطه ان هو يبقى ستة انا بقى ايه اهو هعمل كيفريم ان هو هنا ستة وكمان هعمل كيفريم جديد وادوس يو عشان هلاقي كل الكيفريم قدامي وبعدين ايجي هنا اهو هارفع الشيط بتاعي كده وبعدين اقوم منزله تحت شوية وخلي بتاعه يرجع زي ما كان اهو يعني ممكن يبدأ من هنا او بلاش بلاش يبدأ من هنا ممكن اخلي برضو نفس الاسكيل اهو هنا اهو وايجي هنا بقى ارجع الاسكيل مية في المية زي ما كان طيب نشوف ده هيحصل في ايه بالزبط او هيبقى عامل ازاي طيب هو تمام ده اللي انا عايزو يحصل بس مش بنفس الطريقة يعني انا محتاج العب شوية في الكيفريمز في السبيد جراف بتاعها هادوس افناين عليهم كلهم عشان يبقوا ايزي ايز وبعدين هخش بقى على ايه على السبيد جراف بتاع الببوزيشن انا فين بتاعي الترانزيشن بتاعي هنا هو انا عايز الحركة دي تبقى سريعة جدا فانا عايز الحتة دي تبقى سريعة هلعب السبيد جراف كده بحيس ان السرعة هنا تبقى زيدة قوي وبعدين هنا ممكن تبدأ ممكن تبطأ شوية وبعدين تسرع تاني بالمنظر ده كده خلينا نشوف بقى احنا وصلنا لفين كده بس كده ده كان فيديو النهارده يارب يكون كان مفيد بالنسبة لك ما تنساش بقى تشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش لحد دلوقتي وتعمل لايك للفيديو لو عجبك وهتنساش تشايره المرة دي ارجوك وشكرا جدا انت تتركت حد دلوقتي وسلام عليكم